الرقم اللي هيجيله زيزو ده يفتح بقى يفك الدنيا هي دي الحكمة بقى يفك الدنيا انا دلوقتي لو جالي رقم زي ده كنادي هفك ازمة كبيرة لكن انا شغال باحترافية مش شغال باحترافية انت لو عملت الدي حتهاجم ويهال عليك الطراب وعملش تجيزو واللعبة هتمشي واللعبة هتمشي عشان كده هو ده مجلس محترم فعلا مجلس محترم فعلا لان فعلا العقل بيقول العقل بيقول ان انا افك ازمة النادي بحاجة بصفقة زيزو كده لكن الحكمة بقى والادارة الصحيحة تحفظ على الفرقة كلها الادارة الصحيحة تقول لك لا ما ينفعش زي ما هو زي ما الستاذ منتصر بيقول فهنا الحكمة بتقتضي الفعل اللي حصل ده وانا عايز اقول حاجة بس في المسألة دي مهمة جدا يعني فضل المسألة هي مش مسألة ان انا هفرط في لاعب وهاخد فلوس كتير وبعد كده ممكن اجيب صفقات ومش عارف ايه لكن زي الاستاذ منتصر ما بيقول مسألة في ملتقى الاهمية ده انا لازم احفظ على القوام الموجود ده انا ده شخصية بابنى عليها الفريق كله وبالتالي ما ينفعش الحكمة بتقول ما ينفعش وحفظ عليه كمان لما وصلنا انسجام دلوقتي في الفرق خلاص ما في انسجام فريق اللي اتحفظت ده بقى المجلس الادارة المحترم ده بقى نقدر نقول عليه مجلس ادارة محترم وادارة بشايفة شغلها مزبوط وعش على العشرة ادامي مشكلة انا بعاني من ازمة مالية طاحنة وادامي عرض مغري وعرض مغري ولذلك المستشار المرتضى منصور طلع بيان هنا تلاقيه مثلا المستشار المرتضى في البيانة اللي طلعه بيقولك ايه لو وصل مليار جنيه مليار لان ما ينفعش الحكمة هنا او مجلس الادارة المحترم اللي عارف شغله كويس مايفردش في واحد زي زيزو في حين العقل العقل بيقول ان لا خد فلوسه وحقل قزمتك لا هنا الحكمة تشتغل تغلي بالعقل هنا بقى